كشف الناخب الوطني وليد الراكراكي عن قائمة المنتخب المغربي المستدعاة لمعسكر إعدادي لأسود الأطلس استعداداً للمنافسات القادمة وأكد الراكراكي وفق ندوة صحفية عقدها هذا اليوم استدعاء العناصر التالية في حراسة المرمى ياسين بونو من الهلال السعودي منير القجوي من الوحدة السعودي والمهدي بن عبيد من الجيش الملكي وفي خط الدفاع استدعى الراكراكي أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي أيوب العملود من الوداد الرياضي نصير مزراوي من بيرن يونيخ الألماني نيف أكراد من ويست هام الانجليزي رومان سياس من الشباب السعودي يونس عبد الحميد من رنس الفرنسي يحيى عطية الله من الوداد الرياضي عبد الكبير أبقار من ألافيس الإسباني أما وسط الميدان فقد استدعى أمير ريتشاردسون من رنس الفرنسي عزدين أوناحي من مارسيليا الفرنسي سوفيان أمرابط من منشستر يونيتد الانجليزي بلال الخنوس من جينك البلجيكي إسماعيل الصيباري من بي اس في اندهوفين الهولندي يحيى جبران من الوداد الرياضي وفي خط الهجوم حكيم زياش من غلط سرعي التركي أمين حارث من مارسيليا الفرنسي عبد الصمد الزلزولي من بيتيس الإسباني أمين عدلي من بايرين ليفاركوزين الألماني يوسف النصيري من إشبيليا الإسباني أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني طارق طيسو دالي من غينت البلجيكي وسوفيان ديوب من نيس الفرنسي ترجمة نانسي قنقر